احنا راحين لفين؟ الموقف ايه في ممارات القمة يوم الثلاث وكواليس الاجتماع الخاص بمجلس دارة نيزة ماك في منزل الكابتن حسين دبيب اليوم ايه جديد؟ انت بتكلم عن موقف القمة؟ قولي الموقف وقولي الكواليس هقولك ان سعيد صالح في دخل في المدرسة المشاهدين قالك ان رحت المدرسة وفتحتها ودرستلي وما فهمتنيش ورفتني اسبوع ورجعت هو ده اللي هيحصل في الموقف الناس هتروح لستاد وجدنا طاقم اسباني معنا كده من زمانك مترسل ما بقاش حد عارية الفكرة ان انت بقى رقم كيرو وخلاص ما بقاش عارف الفرق من 50 و60 و70 دولار ان الرقم بيتضرب مهم يعني فيه رقم اتدفع لطاقم حكام جاي والناس جاية وحينزلوا الملعب ولازل ده بروتوكوليا لعلى حيوقف وضربة البداية تتلعب طبعا هيصد ضربة الساعة الاول على امل ان زمانك يجي طبعا مش هيجي وهتتلعب ادرب بداية وخلاص وتحتسب الماتش 3-0 يعني زي ماك متبسك بمواقف خلاص مش هيرجع صعب جدا دلوقتي بعد كل هذا الامر والقصة وصلت لمرحلة عاشة مهيج الجماهير ومنرجعش ازاي ازاي ارجع مين هو مهيج الجماهير ازاي 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 ارجع مين هو مهيج الجماهير دلوقتي كل السوشيال ميديا شغالة واحنا وراك كابتن حسين واحنا وراك مجلس الزمالك وكرامتنا فوقها يا اتبر وبقى كلمة كرامة تقترم بهذا الامر في كل وقت بصرف النظر على الاسماء كلمة كرامة تقترم بمباراة اقلال والزمالك انا مش فاهم ايه علاقة الكرامة بانت تخد مباراة طب واين كانت هذه الكرامة وانت تلعب خمس ماتشات في الدور التاني يعني لعبتم ليه مش كان فيه كرامة ساعتها طيب كانت فين ده سؤال منطقي يعني انا لو انت سألت واحد من من اعضاء مجلس الزمالك دلوقتي طب وماذا بعد مش هيعرف جاوة مش هيعرف جاوة انا بتحدى اي حد مجلس الزمالك النهاردة يطلع يقول لي وماذا بعد طب هتعمل ايه في مزكرة بتتجاهز عشان تتقدم شكوة ضد ربطة الان دول لتحاد المصر شيخول مين لتحاد الدول ازاي بمزكرة طب هم عملوا اكتبع النهاردة في منزل الكابتن حسين لبين في الشيخ زي ما حضروا الجميع بس اسناء السوز هاني برز اعتقد ان هو كان مسافر اوكي الاجتماع تطرق الى ماذا بعد دي هنعمل ايه الموضوع هنعمل ايه طب ما احنا هيتخصب مننا تلات نقط لا احنا مش هنسكت طب هنعمل ايه طب هتنى المحامد التونسي اللي اتعامل معاه دولي كونفرنس طب هنعمل ايه عام قالك اجراءات المصاري الطبيعي ان انت هتروح لجنة الاستقناف هتقدم شكوى لان انت اتخصم منك ثلاث نقاط دون وجه حق من وجهة نظر الزمالك ناشي و هتطلع من بقرار من نجلة الاستقناف ثم اذا ما عجبكش القرار تطلع على المحكمة الرياضية الدولية طب المصار ده بصرف النظر قرب ما قربش بعد ما بعيدش هل الزمالك بقى يا خلاص انك الماتش يتقم على جنب خلاص الزمالك مش هيروح الماتش وخلاص وهياخد الموقف وصعب يا تراجع فيه وانا بقولك صعب من الصعب لكن ماذا بعد بقى هل هتكمل طب انت عارف ان الليحة بتقول في البند 52 ان انت اذا تكرر الانسحاب خاصة في الدور التاني تهبط للدرجة الادنى الدرجة الادنى هي لا ايه ناس اقتلك الدرجة التانية لا ده الدرجة الادنى هي ادنى مرحلة في المسابقات اللي هي الدرجة الرابعة هو لا ممكن يحصل مستحيل مستحيل صح مستحيل طبعا يعني ممكن تحيل التحاد الكرة اهلا وسهل ممكن تحيل مجلس الزمالك اهلا وسهل انه ما هي بطل الزمالك الدرجة رابعة لانا مش اهلا وسهل طب الناس اللي هي بتسند وددعم مجلس الزمالك دلوقتي على السوشيال ميديا وبتقوله عاش وانت راجل ميت فولو 14 طب لو حصل حاجة زي كده هل هيسنده دعمه مجلس الزمالك لا طبعا انا بحب الزمالك لكن مش بحبك انت اكتر من الزمال اكيد فلازم تكون فاهم القرار بتاعت ايه وبعدين دايما ادارة الزمالك تتصرع عايز تقول كده يعني طبعا لان انت عمل تقول انا مش لعب ثم تخش في قصة اننا لا ده انا مش كمي اش تلعب الاهلي ده انا مش تلعب ولا ماتش بعد الاهلي ثم تخش اصلا ما بيحصل ويسو اصلا اه بطعرض طب انت بتعرض للتهوت بتعرض لتالتنكيل طب القصة دي كلها زاهر بعد ماتش المصري طب هو انت لعب كان ماتش والمنافسة بتتكلم عن اللي لعب كان ماتش يعني هل ده طبيعي ان انا بقى اعمل بقى القصة دي كلها طب انت كابتن حسن اللي بيد نفسه في وجود اللجنة اللجنة السلسية اللي كان فيها بيترقى اصر مانس احمد بيجاهد كان نفس المنطقة بل والرجل قال لك سعيتها وهو كابتن حسن اللي بيطلع قال كيدة على الهواء انا بقولش حاجة سرية قال لك انا كابتن مجاهد قال لالعب وصدر الضغط اللي قال طب انت دلوقتي بتقول بتقول انا مش انا مش هلعب و اصراف في المؤجلات طب انت نفسك عندك مؤجلات ما تلعبتش لعيد تليه خمس ما تشاهد يعني الكلام كمان بيدر ان دي اخر يعني يعني انت ممكن يكون عندك حق بس كان لازم تطالب بيه من بدري او تلعبش الحق من غير ولا كلمة لكن التوقيت توقيت صح وانت بتقول الكلام ده امتى صح يعني نهارده الجدول ده قائلين انت سبعتاشر فبراير بالزبط ماشي محادش اعتارات ماشي فبراير في شهر فبراير اوكي لغاية نهاية المسابقة تمام حدك بتجيل كان لني سبعتاشر ست يعني فيه اربع شهور اين كنت في الاربع شهور كنت فين هل عشان المواجهة المجبلة مواجهة الاهلي فده كان من ضمن الاسباب اللي خاليت النادي ازماك ياخد القرار لا فيه حاجات تانية خلفية الفناء ازماك عنده ازماك كتير جد يعني الناس عارفة ان فيه مشكلة في خلط بطايا والفلوس هتدفع شكلها ايه طب انا كمان عندي رسوم قيد بتتجدول في اتحاد الكورة طب انا عايز ااجل الفلوس القيد دي دوني ستيسنا فالكلام دخل في المنطقة ملاهاش دعوة بالازمة اللي احنا تنتكلم فيها طب